السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن نزول قطع دم مع الدورة هل هو حمل أم لا وما هي أسباب نزول قطع دم مع الدورة لاحظت العديد من المتزوجات نزول قطع دم مع نزيف الدورة أو وقت دورة الحيط مما يجعلهن تشتبه في الحمل فهل يكون هذا الدم نزيف زرع البويضة المخصبة وبداية الحمل أو له سبب آخر هذا ما سهم فنتعرف عليه بإذن الله في هذا الفيديو إذن فهل نزول قطع دم مع الدورة يعد حملا للإجابة على هذا السؤال يستوجب الرجوع لأطباء النساء الذين أكدوا أن نزول قطع دم مع الدورة ليس حمل بل قد يشير لحالة طبية يجب معرفتها وعلاجها من خلال إجراء بعض الاختبارات الطبية مثل فحص الموجات فوق الصوتية ويقول الأطباء أن على النساء الرجوع إلى عيادة الطبيبة النسائية في حالة ملاحظة أي تغيرات في الدورة الشهرية لم تظهر في الدورات السابقة مما يضمن التشخيص المبكر في حالة ظهور مشكلة والتعامل معها بشكل صحيح يضمن سلامة المرأة فخلال الدورة الشهرية يتخلص الجسم من بطانة الرحم من خلال نزول دم الدورة الشهرية فقطع نزول الدم له العديد من الدلالات والمؤشرات لكنه لا يكون حمل وذلك على الأغلب وعلى حسب كلام الأطباء والآن دعونا ننتقل إلى الجزئية التالية ما هي أسباب نزول قطع دم مع الدورة؟ يقول أطباء النساء أن نزول قطع دم مع الدورة يشير لمجموعة من التشخيصات التي يتم معرفة سبب الصحيح الذي يختلف من حالة لأخرى من خلال إجراء بعض الاختبارات الطبية وبعد معرفة السبب يتم التعاون مع المشكلة بالعلاج الآن دعونا نبدأ في التعرف على تشخيصات نزول قطع دم مع الدورة بالتفصيل بإذن الله أولا الاختلال الهرموني الهرمونات الأنسوية المنتظمة هي المسؤولة عن شكل الدورة الشهرية فتتحكم في موعد نزول الدورة مع كمية النزيف خاصة أن الخلل الهرموني أول عوامل خطر أمراض النساء التي ترتبط بغزالة الدورة أو كتل دم مع الدورة وتتعدد أسباب الخلل الهرموني منها بعض العلاجات الدوائية مثل الأدوية الهرمونية كأدوية حبوب منع الحمل أو خلل الهرموني نتيجة للإصابة بحالة طبية مثل تكييس المبايد أو مشكلة في الغداد الصماء أو يكون الخلل الهرموني بسبب مشكلة في التبويض التي تعرف بمرحلة تحدث شهريا كجزء من الدورة الشهرية تخرج فيها البويضة من المبيض فتحدث قبل الدورة بحوالي أسبوعين وهناك عوامل خطر للخلل الهرموني منها السمنة والتوتر النفسي ثانيا أورام الرحم تعرف أورام الرحم بنمو خلايا غير طبيعية بشكل غير صحيح في الرحم يمكن أن تكون أورام حميدة أو خبيثة هذا يتم التحقق منه عبر الاختبارات الطبية مع تحليل عينة من الورا ثالثا العدوى تصاب العديد من النساء بعدوى مهبلية يكون من أعراضها نزيف حاد للدورة الشهرية أو قطع دموية مع نزيف الدورة تكون المتزوجة الأكثر عرضة لهذه العدوى والتي تختلف في أسبابها مثل استعمال السيدة القطنية أما السبب الأكثر شيوعا متعلق بالمتزوجات ويكون الإصابة عدوى منقولة جنسيا هي السبب في ذلك أما السبب الأخير فهو الأدوية الطبية هناك علاجات طبية تسبب نزيف غزير للدورة الشهرية أو كتل دم مع الدورة لذلك ينصح بمنقشة الطبيبة عن الأعراض التي يمكن أن تظهر في فترة تناول الدواء مما لا يصير القلق مع حدث أي عرض غريب تشمل هذه الأدوية الأدوية الهرمونية مثل موانع الحمل الفموية أو حكم منع الحمل أو اللولب الرحمي المستخدم لتحديد النسل أو الأدوية الطبية لعلاج سرطان السادي قصدا دواء تاموكسيفين وأدوية مميّعات الدم والأسبرين في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعوني بلايك وكومنت وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر